بطبخة قديمة جديدة جاءت خريطة طريق المعارضة المقترحة من أجل الانتقال إلى ما يصطلح عليه الجمهورية الثانية فمن ندوتين مظافرون واحد واثنان خلال وبعد رئاسية 2014 إلى اجتماعات بمسعى توفقي تسبق رئاسية 2019 شرعية السلطة ضلت محل الجدل والنقاشة مبدأ الانتقال الديمقراطي للسلطة كما ندت من أجله قوى المعارضة لم يكن نوره لينجليا لو لتلك المستجدة النابعة من قلب الشارع لتصبح الشرعية المنشودة شرعية الشعب في إطار مرحلة انتقالية تعقب ذهبب تفليق عن الحكم هكذا هو الاتفاق اقتراح خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المدة السابعة من الدستور وتنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية بغض النظر عن أفاق خارطة الطريق المقترحة فإن إصدار أحكام بشأن إمكانية إيتيان أكلها على أرض الوقعي قد يكون سابقا لأوانه لكن المتتبع لمصارق والمعارضة منذ بداية تكتلها تظهر له بعض المؤشرات التي تعكس الخارطة نفسها وتعكس كل ما قد يأتي من المعارضة مستقبلا في ظل شبه قناعة تامة بأن حل الأزمة السياسية في البلاد يتجاوز مقترحة عبرها ترجمة نانسي قنقر